مرحبا واهلا وسهلا فيكم بقناة زهر اذا كنتوا اول مرة عم تحضروا قناتي بتمنى تعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكون كل جديد اليوم رح نعمل سواء اطيب وصفة كوب كيك سهل وخفيف وناجح مية بالمية وان شاء الله الطريقة رح تنال اعجابكم بيطلع معكم اسفنجة وخفيف ومزاقه كتير رائع تابعوا معي الفيديو لتتعرفوا كيف حضرتوا بتمنى تعملوا لايك للفيديو ليوصل لاكبر عدد ممكن من المشاهدين ويلا سواء نشوف الطريقة رح نبدأ هلا بالمكونات الجافة رح نحتاج لكوب ونصف من الطحين او الدقيق متعدد الاستعمالات مقاس الكوب 250 ميلي رح نحتاج كمان لملعق كبيرة او ملعق الطعام نشاء الذرة او الكورنفلوم رح نضيف معهم كمان ملعق صغيري من البيكنج بودر ورشة ملح صغير كتير كتير هلا رح اخلط المكونات وحرقهم لحتى يتجع نصف بشكل جيد وهلا رح ننخل هالمكونات الجافة كلها مع بعضها بواسطة منخل ناعم طبعا نخلهم كتير بيعطي نجاح للكوب كيك رح انخل مرتين متتاليتين وهلا رح نبدأ بخليط الكوب كيك عندي هون بيطين متوسط الحجم ضفت فوقون نصف كوب سكر طبعا فيكن ضيفوا 3-4 كوب اذا حابين تظهر حلاوة الكوب كيك اكتر رح ضيف كمان هلا ملعقة كبيرة من الفانيليا وهلا رح ابدأ بخفقهم بواسطة الخفاء الكهربائي زمان كانت متوفرة الخفاء الكهربائي فيكن تستخدموا الخفاء اليدوي اهم شي تبقوا عم تخفقوا لحتى يتضاعف حجمهم ويصير لون امفاتح وتبدأ تظهر التعرجات على وجه الخليط هلا متل مو شايفين عم يتضاعف الحجم ويصير اللون افتاح كل ما خفقنا اكتر هلا بعد ما انتهينا من خفق السكر والبيض والبيض رح ابدأ ضيف المكونات الاخرى عندي هون نصف كوب زيت نباتة هلا رح اضيف ربع كوب لبان زبادي او الياغورد المفروض تكون كل المكونات بحرارة الغرفي ما تكون المكونات باردي لنجاح الكوب كيك وهلا رح اضيف كمان ربع كوب حليب سائل ورح اضيف كمان ملعقة صغيرة من الزبدي النباتية او الحيوانية ما بتفرق ممكن تستبدلوها بملعقة صغيرة من السمنة اذا ما كانت متوفرة الزبدي وهيك منكون تهينا من اضافة كل المكونات صار الخليط جاهز وهلا رح ابدأ باضافة المكونات الجافي اللي حضرناها بالبداي منضيف كميات قليلة بالتدريج منحرك بواسطة ملعقة من الاسفل الى الاعلى ما منحاول كتير نخلط لحتى ما نروح الفراغات والهوى الموجود بالخليط هلا متل مو شايفين بالتدريج منضيف لحتى تخلص معنا كل الكمية ومنتابع بنفس طريقة التحريك وهلا بعد ما انتهينا من اضافة كل المكونات الجافي وحركناهم من الاسفل الى الاعلى وصار المزيج ناعم رح نعمل خطوة كتير هامية لنجاح الكوبكيك ليطلع نافش واسفنجة رح ضيف ملعقة صغيرة من الخل اي خل موجود عنكم هذا عندي خل التفاح مع ربع ملعقة صغيرة من الكربولا او البيكربونات شايفين كيف ببلش يفور فورا منشيلهم ومنضيفهم فوق خليط الكوبكيك لي جاهزنا بنبدأ بتحريكهم لحتى يتجانس مع باقي المكونات وهيك بكون صار عنا خليط الكوبكيك جاهز جاهزت صينية الكوبكيك وحطيت فيها ورق الزبدي الخاص بالكوبكيك وهلا رح ابدأ بسكب الخليط منحاول نعب 80% من حجم الورق ما منعبية كلها يعتلفوا لحتى ما كتير تطوف معنا هلا أثناء الخبز فيكن اذا ما كنتوا كتير حابين تكون منفوخة تعبوا 70% من حجمها هلا تقريبا هاي الكمية بتعملي 9 اوالب من هذا الحجم انا هلا رح اعبى ستي والباقي رح اعملهم بالكاكاو هلا هون مثل المشعفين عبيت 6 اوالب صاروا جاهزين لحتى ندخلهم على الفرن منشغل الفرن مسبقا على درجة حرارة 150 منحطهم على الرف الاوسط منشغل الفرن فقط من الاسفل اخر 5 دقايق منشغله من الاعلى رح نجهز هلا لخليط الكاكاو منحتاج لملعق الطعام من الكاكاو رح ضف له ملعقتين طعام حليب سائل طبعا انا استخدمت الكاكاو المحلة فيكن تستخدموا الكاكاو الخام هذا الشي بيرجع لالكن حسب الرغبة بخلط المكونات كلها مع بعضا لحتى تتجع نص وهلا رح ضيفها فوق خليط الكاك اللي باقي عندي بخلطهم مع بعض بشكل جيد اذا حابين تعملوا كل الكمية بالكاكاو وفيكن نضيفه ثلاث ملاعق كاكاو مع ست ملاعق حليب سائل بتخلطوهم وبتضيفوهم على الخليط هلا رح اسكب الخليط رح يعبي عندي هون تقريبا ثلاث اوالب نفس الطريقة بتعبو 80% هلا رح دخل هاي الصينيه والصينيه اللي جهزتها مسبقا على الفرن رح ياخدوا معي تقريبا 25 دقيقة وهلا اجهز عندي الكوب كيك مثل ما اطلقون دخلتوا الصينيتين مع بعض واستوى مع بعض اخدوا معي تقريبا 25 دقيقة حسب نوع الفرن الموجود عنكن شايفين لونون طالع رائع مثل ما اطلقون باخر 5 دقايق من شغل الفرن من الاعلى لحتى يحمروا شوي وياخدوا لونون دهبة فورا من طف الفرن المنطلعا رجعت عملت كمية تاني من الكوب كيك طبعا انتو فيكن الضعف والكمية لحتى تحصلوا على عضل القطع اللي انتو بتكون ياه انا فرجيتكن كيفي بنعمل العيار القليل وانتو بتضعفو على حسب الحاجة وهيك بيكون الكوب كيك صار جاهز للتقديم جاي فين طريقتو كتير حلوة وسهلة مكوناتو بسيطة هلقاعد الكوب كيك اللي عملتو بالكاكاو ومثل ما قدتلكم يمكنكم تعملوا كليل الكمية بكاكاو وفيكن تعملوا كليل الكمية سادة بدون اي اضافات وفيكن ضيفوا اي اضافات انتو حبينا ممكن ضيفوا حبات الفواكه المجففة فيه فيكن ضيفوا حبات شوكولات شايفين قلبو كيف اسفنجة رائع عن جد هلق رح فرجيكم كمان الكوب كيك اللي بدون كاكاو كمان طالح كتير طريق اسفنجة هلق متل ما شايفين فورا بتنشعل الورقة عنه بدون اي تعقيدات عن جد ناجح مية بالمية فيكن طبعا انتو تزينو بالكريمة تعملولو الوان المحببه للاطفال هاد الشي بيرجع لايكن وعن جد طعمتو كتير رائعة وبشكل خاص تاني يوم اكتر لسه من اول يوم وهيك بتكون خلصة وصفتنا لليوم بتمنى تكون نالت اعجابكم بتمنى انكم تجربوها وتعطوني رأيكم بالتعليقات اذا اعجبكم الفيديو بتمنى تعملوا لايك للفيديو واذا لسه معكم انتم مشتركين بالقناة بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم دائمان كل الفيديوهات الجديدة وتعملوا شير لكل اصحابكم لحتى تعمل فائدي للجميع وشكرا لحسن المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة